خير النساء سلام عليكم شيخ هشام كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم على حضرتك وعلى الأمة الإسلامية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك وسادة المستمعين بخير وتشرفت أننا مع حضرتك تشرف لنا يا فندم النهاردة هنتكلم مع حضرتك عن الزهراء أم الحسن والحسين هنتكلم عن أم أبيها هنتكلم عن ستنا فاطمة الزهراء كلمنا شيخ هشام أكتر عن ستنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وتبعه داه أما بعد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها هي أم أبيها والابن الصغرى على القول الأرجح لسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولدت قبل البعثة كما يقول بعض أهل العلم يعني قبل النبوة بحوالي خمس سنين رضي الله تعالى عنها وأرضها وهي أحب النساء إلى سيدنا مولانا محمد كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها ومن خلال اللي احنا نتكلم عنه إن شاء الله أثناء الحلاة هنعرف هي قد إيه كانت أرعيبة من سيدنا مولانا محمد وإزاي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان بيحبها وبيقربها ويكفي إن منها نسل سيدنا مولانا محمد لحد النهاردة جميع ذريات سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إنما انحضرت من نسل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعليها السلام ستنا فاطمة الزهراء البتول المباركة الطاهرة أم الأئمة أنت أول أهل بيتي لحوقا بي فاطمة الزهراء ياريت حضرتك سيدنا الشيخ تكلمنا وتقول لنا أكتر عن مكانة السيدة فاطمة الزهراء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء كانت قريبة جدا من سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فاطمة بضعة مني يغضبها ما يغضبني يعني اللي يغضب السيدة فاطمة الزهراء يغضب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكما قلنا أن السيدة فاطمة الزهراء كانت تكنى بأم أبيها أم أبيها العلماء يقولون أنها كنية بذلك لأنها كانت تعود سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عن حنان الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير فكانت السيدة فاطمة الزهراء رغم أنها ابنة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت كالأم له وتحكي السيدة عائشة رضي الله عنها أن السيدة فاطمة الزهراء كانت إذا أقبلت كأن مشيتها مشيت الحبيب يعني بتمشي زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت أشبه الناس حديثا بسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت أصدق الناس لهجة لم يكن أصدق منها لهجة إلا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي مرة من المرات بمناسبة ما ذكرت أنها كانت سر أبيها دخلت على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقوم ويتهلل ويستقبلها ويجلسها مكانه وفي مرض الموت لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبان ما قدرش يقوم فلما دخلت السيدة فاطمة الزهراء وشافت سيدنا النبي على السرير مش قادر يقوم يعني بكت واقتربت من سيدنا ولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأسر لها حديثا يعني وطى عليها كده وقال لها كلمة في ودنها فبكت ثم أسر لها حديثا آخر فضحكت فالسيدة عائشة شايفة الموقف قدامها واستغربت قالت ما رأيته ضحكا أقرب من بكاء كما رأيته اليوم يعني ما شفتش حد بيتحك ويبكي في نفس الوقت زي ما شفت النهاردة وبعد كده سألت السيدة فاطمة قالت لها هو سيدنا النبي كان بيقولك إيه فقالت لها ما كنت لأفشي سر رسول الله أنا مش هطلع حاجة سيدنا النبي قال لي إنها سر فكانت سر أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاه هنطلع فاصل سريع ونرجع مع الشيخ هشام محمود الأسهري والستينة فاطمة الزهراء وارجعنا لكم مستمعينا مستمع راديو تسعين تسعين ومعنا ومعاكم فضيلة الشيخ هشام محمود الأسهري بنرحب بحضرتك فضيلة الشيخ ولسه بنتكلم عن ستينة فاطمة الزهراء هسأل حضرتك سؤال إيه الصفة لحضرتك ممكن تكلمنا عليها أكتر اتصفت بيها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه الصفة التي يمكن أن نستنبطها ونستفيد منها من السيدة فاطمة الزهراء هي حنانها على والدها وعلاقتها به السيدة فاطمة الزهراء زي ما قلنا كانت أم أبيها يعني كانت بتعوض سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حنان الأم كانت لي زي الأم وزي البنت وزي الأخت فكانت أقرب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم وده اللي ينعكس على السيدة فاطمة الزهراء بأن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أنها كانت سيدة نساء العالمي فيقول في الحديث النبع الشريف خير النساء أربع أول واحدة السيدة مريم بنت عمران تاني واحدة السيدة آسية بنت مزاحم لها امرأة فرعون تالت واحدة السيدة خديجة بنت خويلد لها أم السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ورابع واحدة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وكان يقول في خبر آخر أن السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة ويقول أن الذي أخبره بذلك ملك يعني نزل ملك من السماء وأخبره أن السيدة فاطمة الزهراء كانت سيدة أو سيدة نساء أهل الجنة فالسيدة فاطمة الزهراء حنيتها على أبوها وحننها على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم حتى كنيت بأم أبيها المعنى ده رائع وقوي جدا عند السيدة فاطمة الزهراء فلو هنتعلم شيء من السيدة فاطمة الزهراء هنتعلم أن الوالدين وأن الأب والأم هم مفتاح وأبواب هم مفتاح وأبواب للاصطفاء والترقي ونيل المنزلة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم أمين يا رب ويلحقنا بهم يا رب أجمعين على خير في جنات النعيم وهاخد من كلام حضرتك وأسألك آخر سؤال لنا النهاردة يعني كلام حضرتك أثر فيه جدا ونفس كل أولادنا وآبأنا اللي بيسمعونا النهاردة ياخدوا من القصة النهاردة قد إيه كانت علاقة ستنا فاطمة الزهراء وسيدنا رسول الله قد إيه الحب والود وعلاقة الأب والبنت مفيش أحلى منها ربنا يا رب يجزيك خير يا شيخنا وهستأذن حضرتك آخر سؤال لنا النهاردة معاك ممكن حضرتك تقولي إيه ممكن نقوله النهاردة رسالة من حضرتك لكل سيدات اللي بيسمعونا لكل أمهاتنا وأخواتنا وحبيبنا اللي بيسمعونا إيه الحاجة اللي ممكن حضرتك تنصحنا بيها ونتعلمها من قصة ستنا فاطمة الزهراء النهاردة ممكن نبعد تلات رسائل لساداتنا المستمعين أول رسالة زي ما قلنا إن الأم والأب بابان من أبواب الجنة يعني باب مفتوح ليك وواسع جدا تقدر توصل لربنا سبحانه وتعالى من خلاله وتعلمنا الكلام ده من حنان السيدة فاطمة الزهراء مع سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تاني رسالة التعلق بالجناب الشريف بسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالسيدة فاطمة الزهراء بتعلمنا أن التعلق بالجناب الشريف كرسول لنا وكنبي لنا صلى الله عليه وسلم هو أيضا باب من أبواب الترق والوصول إلى الله سبحانه وتعالى بل هو الباب الوحيد الذي يمكن أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى من خلاله فلا نصل إلى رضوان الله تعالى إلا بالتعلق بالجناب الشريف وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة الثالثة هو الحياة السيدة فاطمة الزهراء من المواقف اللطيفة جدا اللي بتحكى عنها أنها قالت للسيدة أسماء يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنعوا بالنساء يعني بتتكلم عن السيدات لما بتموت كانوا بيحملوا على شيء وبس بيغطوا بشيء كده زي الملاية اللطيفة فبتقول أن هذا الوصف يعني يجعل جسد المرأة موصوف كأنه ظاهر بس أنك تحط عليها ملاية أو حاجة فده ظاهر قالت لها أنا عندي حياء ما ينفعش أطلع بالمشهد فالسيدة أسماء قالت لها أنا هنقول لك خبرة أنا شفتها في الحبشة وشارحت ليها النعش إزاي أن هم بيعملوا نعش وتوضع في المرأة ويغطى وكذا تقول فتبسمت فاطمة ولم تكن تبسمت قبل ذلك يعني إيه ما كانتش بتبتسم من بعد وفاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤية ضاحكة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقت بالله عز وجل إلا في هذا الموقف وقالت لها سترك الله كما سترتني فالسيدة فاطمة الزهراء معنى الحياء والأدب يتجلى عندها لدرجة أن هي حتى في الموت مش عايزة تحمل وعليها ملاية بس تظهر شيء من جسدها فالرسالة الثالثة اللي ممكن نستفيدها ونتعلمها من السيدة فاطمة الزهراء هو أن الحياء معنى راقي جدا وأنه شعبة عظيمة من شعب الإيمان ربنا يفتح عليك يا شيخنا ويا رب نفيد كل مستمعينا بالمعلومات الجميلة اللي حضرتك قلتها لنا النهاردة هستأذن حضرتك نختم حلقتنا بالدعاء لكل مستمعينا ولينا ولكل الأمة الإسلامية يا رب في أول أيام رمضان يجعلوا يا رب رمضان كريم علينا جميعا فضل شيخنا اللهم صلي وسلم على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بحق الوالدين علينا وأن يرزقنا كمال البر بهما وأن يجعلنا من أرحم الأمة بالأمة وأهدى الأمة للأمة وأنفع الأمة للأمة وأن يجعلنا من عباده الذين إذا نظر إليهم سكن غضبه وأن يجعلنا قرة عين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين أمين أمين وصلى الله وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله شكرا جدا فضيلة الشيخ يشام محمود الأسهري نورتنا وشرفتنا وإن شاء الله تكون معنا في حلقة قادمة بإذن الله شكرا لحضرتك شكرا جدا لحضرتك